كانوا عن موضوع فيه بتاع الريتوتشنج ده. اه تعالوا اول صورة فيه دي. الصورة اللطيفة اللي انتم شايفينها دي. طبعا هي البنت ما شاء الله يعني فيش مشكلة فيها. بس لا لو ركزنا شوية هل نلاحظ ان فيه بعض المشاكل. زي مسلا سنانها مسلا زي ما انتو اخدين ايه? فيها مشاكل. اه هنا في شوية ايه? حب شباب مسلا. في في دم في الحاجب بتاعها الصغير عاوزين نكبره. يعني في امكانية ان احنا نعدل في الصورة. الفكرة تاني بتاعت الريتوتشنج زي ما امكان الدين عنها فكرة هي فكرة ان احنا نتعامل مع الصورة. بنشير الديفوهات منها في حيث ما الديفوت. الديفوهات اللي انت في الصورة ان تشوف مشاكل الصورة وتبدأ تعالجها. وبالتالي عندنا ادوات كتيرة لعملية الايه? الريتوتشنج دي. ان احنا ازاي نضيف لمسة على الصورة تباه افضل. ويبقى فيها جدا. وتشوفوها فين دي? في الاستوديوهات بتاع التصوير دايما. اه وكمان مع الفوتوغرافة فيز الناس الفوتوغرافة لما يجوا يصوروا بين اقدمين دايما يروح يحاول يعمل ايه? يحاول يطلع الصورة اه افضل وما فيهش مشاكل كتير يعني. القايمة اللطيفة الظريفة دي او مفتاح التصوير بتاعنا حرف الجي هلاجه فيه شوية ادوات لطيفة. من ضمن الاعتواد دي مسلا اداء اسمها باتش تول. باتش تول. لو انا مسلا جيت هنا وقضي لبال حضراتكم. شايفين الحتة دي? زي ما يكون كده ايه? فيه مشكلة في الحتة. فيه سواد مسلا او حانش ازي كده. فانا ممكن اروح جايب الباتش تول دي. او ادوس على حرف الجي. وروح عامل ايه بجاء? ركزوا على الاتقال. بروح عامل ايه? برسم عادي الحتة اللي فيها مشكلة ولا تكن دي. حلو? اعلم عليها كده. وبعد ما عملت ده اروح عامل ايه? اسحبها في حتة نظيفة. حتة ما فيهاش مشاكل. وليكن مسلا الحتة دي. حد شايف الحتة دي فيها مشاكل? نظيفة. البرنامج بجاء يروح عامل ايه? يروح عامل دمج للحتة دي مع الحتة اللي هناك بحيث ان هو يشيل المشكلة دي. شغل عفاريت. تقول ايه ده يا عم مش كان فيه هنا يا عم حب باهن ولا حاجة. واخدين لبالكم. يعني كم ساعة مسلا اعملها على شايفين الحسنة دي? عاوزين نتخلص منها. هنعمل ايه? روح معلمين عليها كده? وروح ايه. الله. حاجة شغل شغل غريب هنا مسلا. فيه تول تاني اللطيفة اسمها يا اخوانا. اسمها الهيلنج اه سبوت هيلنج براش. دي حلوة فيه بجاء. ركزوا معايا. لو رجعنا تاني هنا للحتة اللي كان فيها مشكلة دي. وروحت عملت يا اخوانا. جبت الهيلنج براش او الهيلنج براش دي. رحت مساكت كده بصوا. حد اخذ لباله. الحتة اللي فيها مشكلة دي رسمت. شفت عمل ايه? عمل هيلنج يعني هيلنج? هيلنج يعني شفاء. ولزاك حتى الرمز بتاعها عامل زي الايه? زي بتاع لما تتعور كده بتحط اسمها ايه. اه البلاستر بتاع الجروح ده صح كده فهو شكلها نفس الرمز كده. تحس ان هو ايه? بيضيع المشاكل كلها بيعمل ما يسمى بالهيلنج. والله العزمي يعني شغل ايه? شغل عالي برتغالي زي ما حضرتكم شايفين. في واحدة تانية من الهيلنج اسمها ايه يا اخوانا? هيلنج براش. لما تيجي مسلا ايه? تعالوا نجيب الهيلنج براش اللي هي تحت دي على طول. وتعالوا مسلا ايه? ندوس كده. لما دوس هنا هتروح تلاقي بيزعك فيك. بيقول لك ايه? روح يا عام يشوفي. هتلي. هتلي الحاجة اللي عاوز تعمل بها الهيلنج. اسحبها الاول وتعالي ننظف هنا. يعني كمسلا مسلا تعالوا نجول ان احنا عاوزين نشيل الجزء ده من الخد اللي هنا ده. هنا مسلا. الحتة دي ما فاش مشاكل. اروح اسحبها. اسحب الحتة دي. فادوس ادوس ادوس واسحب. في عندنا مشكلة مش مشكلة. في عندنا طول تانية لطيفة اسمها ايه يا باجة يا اخوانا? اسمها كلون استام. كلون يعني نسخ. افردنا مسلا البنوتة اللطيفة الظريفة اللي معنا دي عاوزين ايه? نطول حواجبها شوية. يعني عاوزين نطول حواجب البنت ده. اهي نفع اول مصحب شريك. فباجي اعمل اياه. بروح هنا اجيب التول بتاعة الكلون استامب او مفتاح اخصار بتاع حرف الاس. تمام? اهي كلون استامب. واروح هنا اياه. معلم بالالت برضو. وراح اقول له بص. من الحاجب ده. من نفس الحاجب ده اللي احنا واكفين فيه. ابدأ ارسم لي ايه اخوانا? حد واخد لباله. بنطول الحاجب اهو حد واخد لباله. حاجة عظيمة. في عندي استخدام تاني اللي هو البلير. البلير بنسمو احنا كنا اخدنا من شوية اللي ايه? الفكرة بتاعة الفلتر زو عارفنا ان فيه فلتر بتاع بلير. صح كده? اللي هو بيعمل ايه? بيخلي الصورة مموهة اللي هي كأنها ايه? كأنها مزغولة. فلو انا عملت بلير وجبت كده بلير وكبرت بالجيم والدال لو انتم اخدير لبالكم حد فاكر. شو محدش فيكو سأقلني على فكرة احنا شغالين على اصل الصورة ولا شغالين على سمارت اوبجيكت. الريتوتشنج على اصل الصورة. ولو انا اشتغلت بص كده. لو انا اشتغلت سمارت اوبجيكت. هتيجي يقول لك ايه? باشا ما ينفعش. في برضو عندي اخوانا حاجة تانية اسمها شاربن. شاربن عكس بلير. بتعمل ايه? بتخلي الصورة ايه? مموهة كده. صح? لكن شاربن بص شاربن بتعمل ايه? زود حدة الصورة. في طول تاني عندنا اللطيفة اسمها يا اخوانا ايه? اسمها سماتش. سماتش دي اللي هي. عارف كده انا ابنت عندك شوية آآ الوان وانت جاعد تسحب فيهم كده. ممم. وجاعد تلعب بصبعك اهو. كان انا كده مس بصو انا بلعب بصبع اهو. حد اخذ لباله. فشوف ايه? الصورة بتخرب خالص زي ما انتم شايفين. وطبعا ايه? آآ نقدر نتعامل على مستوى بتاعها ان احنا نجلله. بص كده. فالعب. طبعا بهدلنا البنت معنا يعني. في عندي بقى شوية ادوات تانية حلوين خالص. اسمه مية اخوانا هنا? حد شايفهم? اللي هما والبيرن والسبونج. الدوج والبيرن دي تعاني شوفها كده. لما ناجي اعمل كده بصوا. لما اجي اختار دوج دي. وابدأ اشتغل. بص بتعمل ايه? بيفتح الله ينور عليك. كريم ايفا هو. دي اللي بات مدراتكم. في حقيقة تانية بقى اللي هي ايه اخوانا? الدوج دي بقى ايه? عفوا ان دي الدوج. البيرن بقى بتعمل ايه اخوانا? بتغمك. يعني دي بتفتح. دي بتعمل ايه اخوانا? حدو اخد لبالو. دي بتفتح. دي بتغمك. في طول تانية يا اخوانا عندنا اسمها ايه? سبونج. سبونج اللي هي ايه? سبونج بوب. حد عرف سبونج. حلو جدا? شوف لما شوف لما بعدي بقى بالسبونج دي اللي بيحصل. انا كده كايانني وبسحب الالوان من الصورة. تو تخيط? هو كايانو بيعمل ايه? بيعدي على الصورة وبيسحب الالوان منها. تانية يا اخوانا الادوات كلة اللي احنا تعملنا معها. تعملنا مع وتعملنا كمان مع وتعملنا و تعملنا مع وتعملنا مع قبل بس دي كل الادوات اللي تعملنا معها فموضوع الريتاتشنج. وزي ما قلنا منضوع الريتاتشنج ده قصة كبيرة وحوار كبير واللي درجت ان فيه اسمه الريتاتشار اسرا. اللي هو بيبقى شغلانته ان هو يشيل الدفاعات من الصورة. وده بعيد عن الكورس بتاعنا مش احنا مش بنتكلم فيه. زي ما برضو مش مجال ما.